السلام عليكم اليوم سأعمل معكم حساء الخضر الصحي واللذيذ للمكونات عندنا حبة بصل كبيرة 3 فصوص توم فلفل حار حسب الرغبة حبة طماطم حبة لفت ثلاث حبات متوسطة جزر وكرفس طريقة تحضير في قدر نضع قليل من الزيت ونتركه يسخن ثم نضيف البصل والثوم والفلفل حار ونتركها تتقل لها قليلا بعد ما يتقل البصل نقوم بإضافة الطماطم واللفت والجزر والكرفس بعدها نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من العدس الأحمر المخصول نقلب الخضر مع بعض البعض ثم نضيف ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة فلفل أسود نصف ملعقة زنجبيل مطحون وملعقة صغيرة ملحة نقوم بإضافة الماء الساخن حتى يغطي الخضر نغطيها و نتركها حتى يغلي الماء ثم نخفض درجة حرارة الى المتوسط و نتركها حتى يتنضج الخضار ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف الملح اذا احتاج الحساء ونضعه على النار ليغلي حتى نتحصل على قوام الحساء المناسب حسب كل فرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالصحة والعافية